اهلا بكم ان تحديات عملانية وقانونية تدرس بعمق لفهم الملامح المتزايدة للحرب حيث يواجه الجيش الاسرائيلي لعبين مثل حزب الله الذي يمزج تكتيكات حربية غير مقيدة وعمليات معلوماتية معقدة مع اسلحة متطورة للقوات التقليدية الحديثة الدراسة كشفت انه عندما تندلع المواجهة التالية بين اسرائيل وحزب الله فانها لن تشبه الى حد كبير اي شيء قد حدث سابقا بين اسرائيل واعدائها مضيفا ان التغييرات في البيئة الاستراتيجية خلال اثنتين عشرة سنة منذ اخر مواجهة بين اسرائيل وحزب الله سوف تترجم الى موت ودمار لا مثيل لهما المعهد اليهودي للامن القومي لامريكا خلص الى انه على الرغم من القفزة الكبيرة في القدرات العسكرية لحزب الله منذ حربه الاخيرة مع اسرائيل ليس هناك اي وهم بحسب المعهد طبعا بان يستطيع الحاق هزيمة عسكرية استراتيجية بالجيش الاسرائيلي مؤكدا انه بدلا من ذلك سيكون هدف حزب الله هو هزيمة سياسية لاسرائيل الدراسة اضافت انها توضح كيف ان الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة واسرائيل والجيوش المتحالفة الاخرى في حالات قتالية فعلية تتواثق مع متطلبات قانون نزاعات المسلحة وتشرح ايضا كيف سيستغل حزب الله عمدا نفس هذا القانون لاحباط الجيش الاسرائيلي في المعركة ونزع مصداقيته على امل تحقيق نصر استراتيجي في ميدان الرأي العام اشتركوا في القناة